اشتركوا في القناة نبدأ بمسألة رياضية استغرقت من طفل عشر دقائق فقط لحلها بينما استغرق مبرمج ساعة كاملة ليجد حلها فكم برأيك ستستغرق من وقت لإيجاد الحل؟ هل تعتقد أنها معقدة؟ حسناً، ركز في التفاصيل الصغيرة فعقل الطفل أبسط من أن يدرك عملية حسابية معقدة وذلك للإجابة عن هذه المسألة عليك بجمع الدوائر التي بداخل الأرقام فعلى سبيل المثال، إذا نظرت إلى هذا الرقم 8809 فستجد أنه يحتوي على ستة دوائر دائرتين الرقم 8 إثنتان زائد دائرة الصفر زائد دائرة الرقم تسعة ولذلك فإن إجابة المسألة 2581 تساوي إثنان ألا مخبرك أنها بسيطة؟ تاسعاً، اللغز التالي من المحتمل أن يستغرق منك بضعة سنوات لحله والغريب أن العديد من الأطفال استطاعوا حله في ثوان معدودة انظر معي إلى الصورة وأخبرني ماذا تعتقد أن يكون الرقم أسفل السيارة بإمكانك أن توقف الفيديو الآن وتحاول لنرى كم سيستغرق منك معرفة الحل لكي تجيب عن هذا اللغز عليك أن تعكس الصورة عندها ستصبح الإجابة واضحة لمن لا يعرفها هي واحدة من أشهر الألعاب في العالم يجب عليك تغيير شيء ما في شكل اللعبة عن طريق تحريك الأعواد عدداً محدداً من المرات فعلى سبيل المثال هذه الصورة تشكل كأساً بداخلها عملة معدنية ما عليك فعله هو إخراج العملة بدون تغيير شكل الكأس وذلك في حركتين فقط سيكون عليك فعلها هكذا هنا لديك حركتان فقط لجعل هذه السمكة تسبح في الاتجاه الآخر والآن عليك تحريك عود واحد فقط لكي تصبح هذه المسألة الحسابية منطقية سابعاً الآن فلنفترض أنك تشارك في مارات عشرة كيلومترات وفي المئة خطوة الأخيرة تجاوز تزميلك رقم 107 فأين يصبح موضعك الآن؟ لا ليس المئة وستة الإجابة أنك بتجاوزك للشخص رقم 107 أصبحت مكانه أي أصبحت أنت المئة وسبعة ابتسامت هل ليس كذلك؟ سادساً لدينا غلايتان ألف وباء رقم ألف تستوعب اللتراً كاملاً من الماء فكم تظن بإمكان باء الاستيعاب؟ الإجابة نصف لتر بالرغم أن باء أكبر حجماً من ألف إلا أن صنبور باء يقع في وضع منخفض من صنبور ألف وبذلك لا تستطيع أن تملأ باء بأكثر من نصف لتر وهو مقدار ارتفاع فتحة الصنبور وإلا سينسكب الماء خامساً والد ماروة لديه خمس فتيات لالا وليلي وليلي ولولو وأكمل الإجابة هي ماروة فهي لست بهذه الصعوبة يحاول عقلك فقط أن يكون نمطياً ولذلك دائماً ما يقوم باسترجاع كل ما سبق لك رؤيته سامعه أو حتى فعله ليقوم بعملية بحث دقيقة وسريعة لا تتعدى ثوان قليلة يحاول خلالها استخلاص إجابة تبدو ملائمة للنمط المذكور متجاهلاً بذلك كل الإجابات الأخرى التي تبدو أكثر منطقية ولذلك إذا لم تكن مررت بأسئلة كهذه من قبل فستكون إجابتك لولو وهو ما يكمل هذا النمط رابعاً سأعطيك مسألة حسابية بسيطة ومهم جداً أن لا تستخدم ورقة أو آلة حاسبة لا تحاول أن تغش استخدم عقلك فقط واختبر نفسك حسناً تخيل أن معك ألف بالونة أضف عليها أربعين ثم أضف ألف بالونة مرة أخرى أضف ثلاثين ثم ألفاً مرة أخرى أضف عشرين ثم ألفاً مرة أخرى وأخيراً أضف عشرة الآن كم بالونة معك؟ إذا كنت ممن يعتقد أنها خمسة آلاف فأنصحك بإعادة العملية الحسابية من جديد لأن الإجابة الصحيحة هي أربعة آلاف ومئة ثلاثاً لديك حجرة مغلقة وبداخلها مصباح كهربائي لا تستطيع رؤيته من الخارج ولديك أربعة مفاتيح كهربائية خارج هذه الحجرة واحد منها فقط هو ما يشعل المصباح فكيف تتحقق من المفتاح المناسب إن كان بإمكانك الدخول إلى الحجرة مرة واحدة فقط سنطلق على المفاتيح الأربعة ألف وباء وجيم ودال أشعل المفتاحين ألف وباء واتركها بضعة ثوان الآن أغلق المفتاح ألف وأشعل المفتاح جيم ثم أدخل الحجرة فإذا وجدت المصباح مشتعلاً وساخناً فإن المفتاح رقم باء هو ما أشعله وإذا كان مشتعلاً وبارداً فالإجابة جيم وإذا كان مطفأاً وساخناً فالإجابة ألف وإذا كان مطفأاً وبارداً فالإجابة دال الآن سنلعب لعبة مسلية فلنفترض وجود شخصين ألف وباء ألف يكذب أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء ويقول الحقيقة باقي أيام الأسبوع بينما باء يكذب أيام الخميس والجمعة والسبت ويقول الحقيقة باقي الأيام فإذا غرد ألف على تويتر قائلا أمس كنت أكذب فرد عليه باء قائلا وأنا أيضا كنت أكذب ففي أي يوم كانت هذه المحادثة صعبة؟ حسنا تشير كل الاحتمالات إلى أن شخصا كان يكذب والآخر يقول الحقيقة الآن حاول تجربة جميع الأيام وستجد أن الإجابة ستكون الخميس وذلك يعني أن ألف لم يكذب في تغريدته عندما قال إنه كذب الليلة السابقة وهي ليلة الأربعاء بينما باء كذب في رده على ألف لأن الخميس كان دوره في الكذب أولا أمامك شكل هندسي ولديك تجربة وحدة فقط لتقوم بقطعه إلى نصفين متساويين فأين برأيك ستقطعه؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم